ويصل إلى الحركة التي انتقل إليها وتذكر في هذا حديثاً يرويه البراء رضي الله عنه في صفة صلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم يرويه البخاري يقول كنا لا نحني ظهورنا للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجداً خذ هذا قاعدة عندك لا نحني ظهورنا يعني يستمرون واقفين لا يتحركون إذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم للسجود ما يتحركون حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ويضع جبهته ساجداً فبعد ذلك يتحركون هذا الذي ينبغي هكذا في السجود وفي الركوع الحقيقة أن نحرص على أن نقول هذه الكلمة في المجامع الكثيرة هذه لكثرة ما يقع الخطأ من مسابقة الإمام سواء في الحركة أو في انقطاع الصوت فهذا مما ينبغي أن يلاحظ أما موضوع الكلمة فهو بإيجاز يتناول أمر التوحيد الذي نحن عليه ونسأل الله أن يثبتنا عليه حين يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ التقوى أيها والإخوة هي ماذا؟ هي فعل المأمورات وترك المنهيات هذه التقوى لا تتحقق لأي أحد والناس فيها متفاوتون ما من مسلم إلا وعنده جزء من التقوى الذي تنعد منه التقوى تماماً لا يكون مسلماً المسلم عنده نوع من التقوى حتى لو ضعفت لو شيء قليل ثم يتفاوت الناس فيها أعظم التفاوت به يعرف أمر التوحيد في هذا الشهر العظيم الآن أمر التوحيد مرتبط برمضان من أي ناحية أيها الأخوة؟ كل واحد منكم ولله الحمد يلاحظه التوحيد هو في مراقبتك لله عز وجل وأنت صائم فأنت تعلم أن الله تعالى مطلع عليك وتخلو في مواضع لا يكون فيها أحد إلا أنت ومع ذلك حتى الخاطر والهاجس بأن تفطر لا يأتي على بالك لماذا؟ لأنك تقول إن الله تعالى يراقب عباده ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى هنا التوحيد هنا الإخلاص هذا الأمر أيها الأخوة ينمي التقوى عند المسلم الآن المسلم أيها الأخوة في رمضان يتق الله في أكل مباح في أكل مباح وفي شرب مباح فالماء الذي هو الآن مباح في الليل يحرم في النهار والطعام الذي هو مباح في الليل يحرم في النهار إذن هو توقف جزئي عن هذه المفطرات لأجل ماذا؟ لأجل الله ولهذا يقول تعالى الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يعني لم يترك المسلم هذه المفطرات إلا من أجل الله هنا التوحيد ومعنى ذلك أن الصوم فيه أمر الإخلاص كما فيه أمر المراقبة فأنت تترك الطعام والشراب من أجل الله يعني مخلصاً لله لا تريد إلا الله ما الذي يغذي ويربي فيك هذا؟ إذا كنت تترك هذا الماء المباح الذي أباحه الله لك كل السنة وأباحه في رمضان في الليل وتتركه في النهار لأجل الله فذلك يربي فيك ترك الحرام الذي حرمه الله في رمضان وفي غير رمضان وأن تراجع حساباتك فيما تأكل وفيما تطعم أهلك ومن تحت يدك أهو حلال أو حرام وهكذا تنتقل بك التقوى إلى أن تعيد النظر في تعاملك مع الله عز وجل الآن هذا الذي تركت لأجل الله عز وجل وهو المباح أعيد حساباتي في تعاملي مع الله تعالى في الحرام هل ما آكله حرام؟ هل ما أشربه حرام؟ هل أنظر إلى الحرام؟ هل أسمع الحرام؟ هل أتعامل مع والدي؟ مع جيراني؟ مع ذوي رحمي؟ مع زملائي؟ مع المسلمين عموماً؟ بحرام هذه مزية هذا الشهر العظيم فهو شهر المراجعة حين يتفكر المسلم في أنه ترك الحلال هذه الساعات الطوال لأجل الله تبارك وتعالى إذن فكيف يباشر الحرام الذي حرمه الله تعالى طوال العام؟ هنا تعود التقوى أيها الأخوة تعود فائدة مراقبة الرب سبحانه وتعالى أن رمضان في الحقيقة ليس محطة توقف عن الحرام يعود الإنسان بعد رمضان إلى ما كان فيه لكنه في الحقيقة محطة مراجعة يراجع الإنسان فيها ربه وانظر يا أخي كلمة سوفة هذه كان الواحد منا يقولها وهو شاب ثم تزوج وجاءه ذرية وهو يقول سوفة ثم دخل في المشيب وهو يقول سوفة سوفة ماذا سوفة أتوب ولهذا يقول عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه تأخير التوبة هو المقصود بالآية الواجب أيها الأخوة أن تحملنا تقوى الله عز وجل بعد أن أخذنا هذا الدرس العظيم في ترك المباح أن نترك الحرام وإلا فالذي يترك المباح لأجل الله عز وجل كيف يصعب عليه أن يترك الحرام مع أنه ترك مباحا يعتقد إباحته لكن لأن الله نهاه في فترة النهار إذن كيف آتي الحرام والله تعالى هو الذي زودك بالمال الذي تشتري به هذا الحرام وأعطاك الصحة وأعطاك السمع والبصر وهو سائلك عنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فلنرجع أيها الأخوة إلى الله تعالى ولنعرف معاني الصيام الجليلة والمقاصد العظيمة التي شرعها الرب عز وجل في أمر الصيام إن الصيام أيها الأخوة هو مراجعة يراجع العبد فيها نفسه في علاقته بربه وفي من حوله ممن أوجب الله تعالى عليهم حقوقا من والدين أو زوجة أو ذرية أو جيران أو عموم المسلمين أو كل أحد له حق عليه يراجع نفسه في التعامل معه لأن هذا الشهر شهر التقوى شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وتهان وتذل لأجل ذلك تلحظ التقوى سبحان الله كيف تنتشر في عموم المسلمين الطائع والعاصي منهم جميعا من آثار قوله تعالى لعلكم تتقول ويتفاوت الناس في هذه التقوى لكن منهم من يدرك أن التقوى هي التقوى التي قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يكون معك هذا الزاد إلى أن تلقى الله فإذا لقيت الله تعالى بالزاد الذي هو التقوى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره إذن التقوى تتحقق بالصيام بعد توفيق الله لمن وعى أمر هذا الشهر وحكمة الله البالغة في تشريعه وإلا فالله تعالى كما في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الله تعالى لم يشرع هذا الشهر العظيم ليتعذب الناس بالجوع والعطش إنما لحكمة حكمة بالغة من حكمه تبارك وتعالى الجليلة التي يعود بها الإنسان على نفسه ويسأل الله أن لا يتحقق فيه حديث جبريل فإن جبريل دعا وأمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل آمين ودعا بثلاث دعوات منها من دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين لأن رمضان أيها الإخوة هو شهر المغفرة هو شهر الإقبال على الله فإذا لم يغفر للعبد فيه فقد فاته شيء عظيم وعليه أن يراجع نفسه وحساباته نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينسلخ هذا الشهر وقد غفر الله تعالى لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر ونسأله أن يجعل ما أمامنا في حياتنا خيرا لنا مما خلفنا وأن يجعل هذا الشهر فاتحة خير علينا في ديننا ودنيانا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه شكرا للمشاهدة